استقبل قداصة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية باتريرك الكرازة المرقصية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم وفدا إعلاميا من ست دول إفريقية وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية القمص موسى إبراهيم قال إن قداصة البابا توادرس رحب بضيوفه وحدثهم عن تاريخ الكنيسة وحدث كذلك عن تاريخ الكنيسة الأرثوزوكسية كما قدم قداصة البابا هدية تذكارية للوفد عبارة عن كتاب عن مصاري العائلة المقدسة وأيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة إلى مصر